ديجلا وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنضلة ليس لها ريح وطعمها مر مستمع الحبيب هد أعصابك بالإنصات إلى كتاب ربك تلاوة ممتعة حسنة مؤثرة من كتاب الله تعالى تسمعها من قارئ مجود حسن الصوت تصلك على رضوان الله تعالى وتضفي على نفسك السكينة وعلى قلبك يقيناً وبرداً وسلاماً كان صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره وكان عليه الصلاة والسلام كان يتأثر إذا سمع القرآن من سواه وكان يطلب من أصحابه أن يقرأوا عليه وقد أنزل عليه القرآن هو فيستأنس ويخشع ويرتاح إن لك فيه أسوة أن يكون لك دقائق أو وقت من اليوم أو الليل تفتح فيه المذياع أو مسجلاً لتستمع إلى القارئ الذي يعجبك وهو يتلو كلام الله سبحانه وتعالى ديجلا وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح ترجمة نانسي قنقر